انبارح كنا اول ناس هنا في مصر نكشف مخطط تدمير القاهرة التاريخية تخريب مصر وبيع شارع صلاح سالم من بابه لرجل اعمال خلف الحبطور والكارثة اللي هتحل على عشرات المباني الاسرية والعسكرية والتاريخية الحكومية انبارح كنا اول ناس نلفت نظر المصريين ان التشويه وتعمل تدمير القيمة المعمارية عند المصريين شغال بصراحة افكركم بالفيديو ده للي ما شافش حلقة البالع الشارع ده عشان تعرف ايه بقى مشكلته اللي هو خلف الحبطور بيقولها عادي وطبعا الجهلة يقولك يا عم هيسدد الديون يدوله الشارع ده حضرات مليان متائل كوارس هناخد من خلينا ناخد من بعد حديقة الازل السوشال ميديا بعد ما اتكلمنا بعد ما اتكلمنا القصة دي انفجرت مبارح كلام عن شارع صلاح سالم والمخطط المدبر له من السيسي ورجل اعمال الاماراتي خلف الحبطور وتصدر شارع او اسم شارع صلاح سالم الاعلى في الترند على تويتر في مصر ونشطاء كتير تدخلوا بقى وحذروا من اللي اتكلمنا عنه مبارح وانه هيعرض مباني اثرية وعسكرية وتاريخي الهدد بطول 18 كيلو متر 28 كيلو متر ااسف زي ما كتب صاحب الحساب ده اهو تقريبا من واقع الهدد وما قالوا الحبطور ان منطقة صلاح سالم من صور مجرى العيون وصولها لنهاية الشارع بطول 28 كيلو متر بما فيها من شوارع وبنايات تاريخية للأزهر وغيره وبنايات عسكرية سيتم هدها جميعا المناطق دي ممكن يفكر فيها ما هو ابن مجنونة خصوصا بعد كلام الحبطور انه عايز هدد ديوم مصر ليه عايزين تهدموا كل شيء له أثر تاريخي ليه الهدم اللي شغلت دلوقتي للمقابر في السيدة عيشة والسيدة نفيسة أكيد بيخدم على مشروع الحبطور زي ما كتب حساب باسم فرج بيقول فرج انه الكباري والمحاور اللي عمالها تتعمل في مقابر أو المقابر السيدة نفيسة والسيدة عائشة وبداية صلاح سالم من نفع الأزهر وعمالين يشيلوا بسببها المقابر شكلها بتخدم مشروع جنة الله في الأرض بتاع الحبطور اللي عايز ياخد صلاح سالم من أوله لحد الكلية الحربية ويعملوا قصور للأغنية على فكرة بالمناسبة امبالح مع رب نركوش بس رفع مأزانة مسيح باشا في مأزانة عند مقابر برضو السيدة نفيسة والمنطقة تعد سيدة عيشة دي اسمعها مأزانة مسيح باشا مسيح باشا ده خليفة والي عصماني حكم مصر في فترة الدولة العصمانية كان له مأزانة كده في الشارع فجأة الناس لقوا تسألات شغالة بتشيلها تقريبا الصورة دي هاتها علي كده أهي دي كتب عنها صاحب الحساب ده بيقول اليوم أعمال فك مأزانة مسجد المسيح باشا اسمه مسيح باشا بالسيدة عائشة قرافة سيوتي أنشأها الوالي العصماني مسيح باشا الخادم وذلك عام 1575 ميلاديا الأثر ده بيحمل رقم 160 عمره ما يقرب من خمس قرون ده بالمناسبة عشان بس نفكركم النشاطاء بقى دوروا ورا الحبتور وطلع انه مش أول مرة يكلم عن مشروع ده عشان من ست سنين طلع مع لميس وقال عايز أحول العروبة وصلاح سالم زي أكسفورد كده ذكرنا ده في 2017 أشوف في أماكن في مصر جنة الدنيا على الأرض أنا دائما أحب مصر جديدة أحب صلاح سالم والعروبة شارع صلاح سالم والعروبة هذا أجمل شارع عندي أنا قلت أكترحت مرة أتكلمت فيهم بين الأصدقاء وهذا قلت هذا إذا أنا عندي خارطة أنا مستعد أقدم مشروع للدولة للحكومة أنا على حسابي مشروع دراسة دراسة هندسية ودراسة اقتصادية أن نحول هذا الشارع الجميل اللي ما فيه أجمل منه إلى أكسفورد وففث أفنيو عايز تعاولوا زي الشارع أكسفورد وففث أفنيو هذا يتحول أجمل في نيويورك وأكسفورد في لندن بيتحول هذا الشارع أجمل من هذا الشوارع جغرافيا وتقطيطيا جيبي للخارطة إذا الحكومة قبلت أنا بقدمهم دراسة دراسة أحسابي الحقيقة أن الحبتور جاي بإعلان الهوى ويضمر حياة سكان صلاح سالم ومش سكان صلاح سالم ده جاي ضمر الزاكرة البصري المصريين إنما أنا هروح لتعليق المجلس الثوري المصري على كلام رجل الأعمال الإماراتي كتب المجلس بيقول من بسط من الكلية الحربية لآخر صلاح سالم يعني بيع مستشفى العباسية وأرض المعارض يعني تفسير لحمى إزالة المقابر الأثرية المرتبطة بالطريق يعني تدمير لحياة سكان المباني على الجانبية الطريق يعني المزيد من مشاريع الترفيه والكافهات والمولات بدلا من المصانع والإنتاج الحبطور يبيع لنا الهوى وهي الإمارات ما سابتش حاجة الحقيقة يعني إلا لو حطت إيديها عليها واشترتها ده اللي بيقولوا حساب باسم هند بتقول هند في البوست بتاعها إيه حطين عينيكم على صلاح سالم كمان أنتوا ما خلتوش حاجة في البلد غير واشترتوها عاوز تساعد انزل استثمر في الزراعة والصناعة وبعدها التجارة هتنشط احترم معقول الناس بقى يا سلام عليك يا هند يا سلام وده الكلام حبطور انت عندك إرشين حرقين جيبك انزل لأعمل مصانع انزل لأعمل مزارع مالكش دعو بسارع صلاح سالم ليه دايما كده ووسائل الحبطور ما بيوجهش للسمرات دي لبناء المصانع والانتاج في العاشر في اكتوبر مثلا وينشط الاقصاد المصري وبرضو هيكسب ده اللي قالته الدكتورة سميرة عسلة للحبطور وقالت له يعني يعني سمية أنا أسر دكتورة سمية أنا أسر منطقة الصلاح السالم اللي من لا يعلم منطقة راقية وبها دور ضيافة بكافهات ومطاعم وقاعات مناسبة تابع للجيش على أرقم مستوى حضرتك لو أردت المصر خير وجه هذه الأموال نحو بناء مصانع انتاج سلع غزائية ودوائية وقطع غيال خفيفة في العاشر من رمضان أو أكتوبر انت هتكسب واقتصادنا هينشط تحياتي للدكتورة السمية والهند قبلها ده كلام منطقي لكن في ناس كتير اقترحوا على الحبطور اقتراحات تانية زي مثلا حساب باسم نيفين قالت له أو قالت يعني هذا الحبطور أتعجب منه ما لكو مالك قاهرة عندك مشروع واو ما تعمله في العاصمة الإدرية ما أنا قلت كده مبارع والله يا نيفين صلاح سلم ده إيه البجاحة دي ده الفيل كبر وبنحاول نلفه في منديل يا حبطور أصر واحد في شارع صلاح سلم بتمن شارع في لندن ومين قالك إننا عايزين مصر مسخ من بلد أخرى مصر قتت ثم قتى من يقلدها اخرص غير اخرص دي يا نيفين أنا مبارحوا لتوله الكلام ده حرقاك الفلوس روحي لعاصمة الإدرية ما تريحونا من أشكالكو بقى لكن مونة قالت له ما تشتري العاصمة الإدرية كلها وهنديك عليها هدية عارفين إيه الهدية تعالوا نشوف كده مونة قالت إيه مونة بتقول له يعني خلف الحبطور المطبع المشهور يريد شرقش طلاح السلم لسد ديون مصر وطبعاً البرطمان هيوافق طب ما حد يخترع عليه العاصمة الإدرية يشتري العاصمة الإدرية أنا مش عايزينها وياخد في إيها بلحة هدية بلحة شخصياً هديتنا يا عامة على العاصمة الإدرية تخبط في التخطيط واللي هي القصة هدم أملاك الناس بحجة المنفع العامة ده كالرأي العربي قال له ولماذا يا صلاح سالم ليه ولماذا نشوه القاهرة بمباني شهقة ونرفع كسافة من سكانها في نفس الوقت الدولة تحتاج بيع وحدات العاصمة الإدرية أولاً أليس هذا تخبط في التخطيط ولا هي قصة هدم أملاك الناس بحجة المنفع العامة بيع أملاك الدولة بالأمر المباشر بدون الرجوع للأجهزة الدستورية غلط وزي ما تكلمنا مبارح هنا عن علاقة الحبتور مع إسرائيل وعلاقة التجارية والاقتصادية معاهم في نشطاء كتير جداً حذروا من أن يكون مشروع صلاح سالم سطارة زي ما كتب حساب صاحب السعادة اللي قال أو الملاك الحزين أنا آسف رجل أعمال حبتور رجل أعمال حبتور المقرب من إسرائيل وأكبر مستثمر عربي فيها يستعد لشراء مباني أو مبد الكلة حربية وما حاوله حتى آخر شرع صلاح سالم بحجة إقامة مشروع سياحي وجذب المستثمرين في مختلف المجالات السيسي يخلص الأجندة الموكل بها ويسافر إسرائيل ويبعت يقول خلتي بتسلم عليكم ده الملاك الحزين نشاطاء تانيين سخروا من كلام الحبتور عن شراء صلاح سالم وقالوا أنه هيعمل كارثة زي ما كتب الحساب ده أو صاحب الحساب ده محمد كتب يقول هيشتري الشارع ويدفع لرايح واللي جاي كارثة ويحول الفلوس لدولار ويبقى شارع اسمه شارع شركة صلاح سالم القبضة للإتوات والجبايات وجدان صخرت بطريقة تانية أو صاحب الحساب اللي جاي بطريقة تانية من بيع صلاح سالم وقال كل واحد يأمن على هدومه الدخلية بعد كده خلف الحبتور قادي وجدان عايز شارع صلاح سالم كل الحربية لآخر ويعمل أكسفورد كل واحد يأمن بعد كده على ملابسه الدخلية خلصنا بيع الأصول ذهبنا للشوارع حضر حقيبتك ممكن يتخذوكم البلد إيه الخيبة اللي وصلنا لها دي الحقيقة أن السيسي للأسف وصلنا للحالة المزرية دي وكل مستثمر خليجي عايز يشتري الحتة اللي تعجبه في البلد ده اللي خلى صاحب الحساب أو لخصوا لينا في القصة دي وبيقول خلوا كل من هب ودب طالع ينظر علينا ويختر علينا حلول هبلة والجدع اللي اسمه الحبتور ده بيقول لك عندي مشروع لشارع الصلاح السالم يسد ديون مصر كده كتير بقى عيب مايصحش كده واللي مش عارف يدورها يركن على جنب حضرات السادة اللي بنقوله دلوقتي بنوجه خطورته البعدين مبارح أول ناس اتكلمنا عن خطورة دعوة الحبتور خصوصا الحبتور قال كلمة السيسي توجعه قوي قالك هسدد ديون مصر بشارع الصلاح السالم هو عارف الحبتور إزاي يجرجر السيسي ويجيبه انتبهوا أيها السادة مصر بتتدمر حرفيا ترجمة نانسي قنقر